هنروح لكرة طائرة رجال بسم الله ومشاء الله ماشيين بخطة سابتة بدأنا الأدوار الإقصائية الطائرة يعني زي ما بيقولوا نسخت النظام الدوري من كرة السلة وده نظام الحقيقة ناجح عدد مباراة أكتر احنا النهاردة بنلعب دور التبانية مع هليوبلس في أدوار إقصائية بس بيست أوف ثري اللي بيكسب مباراة 2 من 3 بيت أهال النهاردة الحمد لله كانت أولى مباراة المكسب فوزنا على هليوبلس بنتيجة 3-0 العشوات جاءت كالآتي 25-18 25-17 25-11 المطش كانت لعب النهاردة على صالة نادي صالة النادي النادي نادي النادي بالعاصمة الإدارية والحقيقة بدأنا نسمعه يعني بدأنا نسمع مباراة بتقام في العاصمة الإدارية بدأنا نسمع بطلات عالم بتتعامل في العاصمة الإدارية الدنيا بتقرب إن شاء الله لما تفتح القرية اللونبية هناك هيبقى بإذن لها تصور ما فيش حدث رياضي كبير إلا ما يقام هناك وذلك لطبعا يعني المنشآت جديدة والبنية التحتية قوية جدا نتمنى إن شاء الله بإذن الله بإذن الله نرى مطشط الباسكت هناك والطائرة هناك واليد طائرة راحت واليد هناك إن شاء الله قريبا في العاصمة الإدارية وإن شاء الله تكون قبلة الرياضة في العالم كله ومش في مصر بس بكرة تانية هاللعب هيليوبلس يمكن المباراة غير السلة السلة بيده يوم راحة ولكن الطائرة زي ما حضركم شايفين وراء بعد النهاردة وبكرة ودي الصعوبة شوية عشان كده مهم جدا لكل فريق يبقى عنده سوات كويس طيب من الطرف التاني اللي احنا هنرد عليه في قبل النهائية الفائز من سموحة والزمالك في هذه الحالة اللي هيفوز من هنا هيقابل النادي الأهل إن شاء الله في حالة أهله في هليوبلس وبرضه هنلعب بيستوف 5 اللي هيفوز ثلاث مباريات هو اللي هيتآهل للدور اللي بعد كده نادي الزمالك استعام باثنين أجانب أو اتنين محترفين لم يلعبوا معاه في الأدوار التمهيدية أتصور إنه قبل النهائي هيكون أقوى مما قبل إن شاء الله كل التوفير لفريقنا بإذن الرحمن إن شاء الله نحافظ على اللقب المحبب لدينا وإحنا نحامل اللقب من السنة اللي فاتت وإن شاء الله نستعيد الكأس مرة أخرى بعدما فقدنا العام الماضي